البعد الثاني البعد الزماني فالقرآن لم ينزل لزمان دون آخر وإنما نزل القرآن ليحكم الناس إلى يوم القيامة تقول للقرآن قابل أن يواكب هذا التقدم والتطور ما للزمن وهو نازل قبل ألف وأربعمائة سنة أو أكثر الجواب نعم القرآن قادر لأن اللي أنزل القرآن أنزله حتى يحكم الناس وينفع الناس إلى يوم القيامة وهو عالم مطلق وهو يعلم الكرة الأرضية وين راح توصل تقدم البشر تطور البشر راح يوصل وهو نزل لهم هذا الكتاب اللي ما بعد كتاب إلى يوم القيامة فهو هذا يكفيهم ويواكب زمنهم تقدمهم تطورهم إلى يوم القيامة نقطرها السطر ولهذا تشوفون هو القرآن يقول عن القرآن ومن بلغ الآن إذا أكبنا قالاتكم بحث قرآني ابحثوا عن الآية لأنذركم به ومن بلغ النبي يعني الله يتكلم عن لسان نبينا يقولهم أنتوا اللي في زمني أنذركم بالقرآن بس أنتوا أكو شيء آخر أكو شيء آخر شن هو ومن بلغ يا هو لي بلغ القرآن إلى يوم القيامة ومن بلغ هاي ومن بلغ تصل بالقرآن زمنا إلى يوم القيامة فلا بعد نبوة رسول الله نبوة ولا بعد نزول القرآن نزول كتاب آخر حتش واضح يا ولا فبعد القرآن الزماني يغطي حاجة البشر إلى يوم القيامة هذا ما نعتقده وهو آياته من حيث الواقع هم تثبت ذلك يعني القرآن الكريم من يقول بالوالدين إحسانة بالوالدين إحسانة هاي يحتاجوها بشر في فترة زمنية معينة دون آخرين والبشر في كل زمان يحتاجوا هاي يجاوبوني يا أحب كل زمان الناس تحتاج بالوالدين إحسانة يعني شوه شوه الرب ولهذا أمتهم قالوا القرآن يجري على آخركم كما يجري على أولكم والقرآن يجري كما تجري الشمس والقمر هكذا قال أمتنا وكلامهم هذا صار عبارة عن قاعدة في علوم القرآن يعبر عنها بقاعدة الجر في الواقع تدرس في علوم القرآن وهي مأخوذة من العترة الطاهرة عليه السلام يجري القرآن يجري القرآن من يقول إن الله يأمر بالعدل حاجة الناس للعدل في فترة زمنية محددة يوم كل زمان ها الناس تحتاج العدل في كل زمان القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل شنو يعني قواعد يعطيها القرآن تتلائم مع فترة الإنسان وبما أنها تتلائم مع فترة الإنسان فهي ثابتة يوم تغير ثابتة ثابتة ما تتغير بمرور الزمان هس تقول لهذا الحجي مهم نعم مهم لأن الآن البعض بعض ما يعبر عنهم بالحداثيين بالتنويريين بالمعروف إيش يناقشون بهذه المسائل يقولون كتاب نازل قبل ألف وكذا سنة معقولة يصلح أن يحكمنا اليوم مع هذا التقدم والتطور وإلى آخر جواب نعم 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 ولنا شواهدنا وأدلتنا على ذلك بس الآن مو محل تفصيل هذه الأمور أنا الآن قاعد أشير إلى الأمر من رأس مو تفاصيل وإلا الدخول في هذه التفاصيل إلى وقته وإلى مجاله وإلى مكانه إن شاء الله تعالى هذا ما شهر رمضان إن شاء أبحاث ما شهر رمضان وما المحرم بس هاي إشارة سريعة حتى شبابنا تكون عندهم فكرة عن الموضوع هذا البعد شنو الثاني بالقرآن وهو البعد الزماني ترجمة نانسي قنقر